حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من مغاها الله خواهنا فينا نحييكم في عاشر أيام هذا المهرجان حيث بدأ العد التنازلي ليوم الختام يتبقى يومين اثنين فقط عن نهاية المهرجان أيها الأعزاء نصل إلى سن الحيل والزمول حيث أشواط الإنتاج ورموزها هذا هو شوط الشلفة الفضية لسن الحيل ويليه شوط الخنجر الفضي لسن الزمول نتمنى التوفيق والناموس لهذه الشعارات الحاضرة لهذه الشعارات المتواجدة في هذا اليوم السعيد يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر إبريل لعام الفين وثمانية عشر الموافق للسابع من شعبان لعام الف واربعمية وتسعة وثلاثين للهجرة أيها الأعزاء ما هي إلا لحظات وينطلق شوط الشلفة وهكذا مشاهدين الأعزاء انطلق هذا الشوط وانطلقت الشلفة الفضية بما فيها من مفاجآت بما فيها من تحضيرات مسبقة لهذا الشوط موسم كامل عمل له المضمرين لقطف ثمار الختام وأي ثمار شلفة فضية للإنتاج والمنتجين أيها الأعزاء انطلق هذا الشوط بسم الله بركة الله بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح وتنطلق هذه السباقات وهذا المهرجان بالأوامر الكريمة والتوجهات السامية والدعم السخي من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدة يحفظك الله ويرعاك يا تميم المجد أيها الأعزاء وتنطلق هذه السباقات أيضا بالمتابعة الدائمة وإشراف اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسب بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن ومتابعة أيضا نائب رئيس اللجنة عبدالله بن محمد آل الشيخ الكواري ومدير عام اللجنة مبارك بن محمد بن بادي وأخواني الكرام في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن فلهم منا جزيل الشكر والتقدير نرحب أيضا بالمتابعين الكرام عبر قنوات التلفزة وعبر هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث هذا المهرجان على طوال ومدى التسعة أيام الماضية ونحن في يومنا العاشر نرحب بالمتابعين الكرام عبر قناة الريان الفضائية ومشاهدين قناة الدوري والكاس وتلفزيون القطر وأيضا موقع الأبرقة وبوسائل الإعلام سواء مرئية أو مسموعة أو مقروعة نرحب أيضا بالمستمعين عبر أثير الراديو شوط الشلفة يا متابعين تشارك في هذا الشوط مزعلة لسعيد بن محمد بن سالمين الشبلة لحمد بن محمد بن سالمين الضبي لمحمد بن فاران بن عتيق بن قريع أبروق لفرج بن ناصر بن أحفيظ مشهورة لصالح بن علي بن عبد الهادي الغفراني لامار جار الله بن حمد بن جهويل جمالة جمالة لعبد الله بن محسن بن طيثاب بن انديلة الذيبة لمحسن بن عبد الهادي الشهواني بدرة لعمير بن راشد الجبر النعيمي الغزيل لناصر بن راشد الجبر النعيمي ظن لمحمد بن راشد الجبر النعيمي تهاني لفهد بن سعيد ألبوسعيد الخيارين الشهينية لمبارك بن سالم بن خجيم لحظة لمحمد بن مبارك الخليفة الجزيرة لسالم بن حمد بن سعيد الجربوعي الجزيرة لراشد بن عبد الله السند المسيفري السبعة لناصر بن محمد بن لخن الحذرة لعلي بن راشد بن عبدان تقدير لعبد الرحمن بن راشد بن عبدان هذه الأسماء المتواجدة ياهي شلفة حاضرة فيها كل هذه الأسماء مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول جزيرة بمهيرة مع المركز الأول الجزيرة تتقدم لسالم بن حمد بن سعيد بمهيرة على المركز الأول المركز الثاني لمار قلب الأسد القطري يتواجد في هذا الشوط شوط الإنتاج والمنتجين جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل قلب الأسد حاضر اليوم كالأسد في هذا الشوط مع المركز الثاني بينما الدور دور المركز الثالث تصل الجزيرة لراشد بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري مع المركز الثالث ننتقل إلى المركز الرابع بدرة تتقدم بدرة على رابع المراكز لعمير بن راشد بن ناصر آل جبر النعيمي بينما المركز الخامس من تصل وتتقدم فيه وتسعى إليه تقدير عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن عبدان مع المركز الخامس هذه نتيجتنا أيها الأعزاء شلفة فضية بانتظار الفائز اليوم يوم الكبار يوم العمالقة الشلفة الفضية بالإضافة إلى الشلفة هناك جائزة عينية قيمة عبارة عن سيارة لكزز الـ X570 بالانتظار لكزز فرويل يا مضمرين الله هذا يا أبو سعيد اللي يقولون تضربها المجنون يصحى لكزز الفرويل نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لكل المشاركين بمهيرة مع المركز الأول مع الشلفة شلفة الإنتاج وأي شلفة الناموس بعدة أمور في هذا الشوط ناموس الإنتاج غير ناموس الإنتاج غير غير المشترى غير الوداعة الله يراعي الجزيرة يراعي الجزيرة يا بمهيرة هذا الشعار الذي له صولاته وجولاته مع المركز الأول سالم بن حمد بن سعيد بمهيرة يدفع بالجزيرة على المركز الأول المركز الثاني هنا التقدم فيه والانطلاق في هذه لحظات جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل شعار بن سالمين يقتحم الصدارة على ظهر الشبلة حمد بن حمد بن حمد بن سالمين يخطف المركز الثاني ومتابعة جار الله بن حمد بن سالمين لها في هذا الشوط خطفة المركز الثاني يصل شعار راعة طاير اللي بنشوفه في الشوط القادم نتمنى توفيق لشعار كيب بن سالمين ولكل الحاضرين ولكل المشاركين الله 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 شوفوا الخطط شوفوا التكتيك شوفوا الضغط على مقدمة الشوط الجزيرة على المركز الأول سالم بن حمد بن سعيد بمهيرة يقدم الجزيرة يدفع بها في صدارة الشوط هنا الشبلة مع المركز الثاني حمد بن حمد بن حمد بن سالمين المركز الثالث ومن تتقدم فيه تصل هنا وتتسلل الغزيل لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعامي مع المركز الثالث لمار قلب الأسد مع المركز الرابع بينما المركز الخامس التقدم من بدرة اعمير بن راشد بن ناصر الجبر النعامي وأيضا مرحبا بمن تصل مرحبا بمن تتسلل تصل الشاهينية راعية الشلفة راعية هذا الشوط في مهرجان المؤسس الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني عندما اختطفت الشلفة الله يا سلام هذه الشاهينية لمبارك بن سالم بن خجيم العذبة مرشحة رشيح قوي نظرا لماضيها للعريق نظرا لانجازاتها نظرا للشلفة التي خطفتها في مهرجان المؤسس تتسلل العصا قوس وتنطلق إلى المركز الراء الثالث في هذه الأثناء المركز الرابع ومن تتواجد فيه الغزيل لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعامي لمار بن جهويل مع المركز الخامس لمار جار الله بن حمد بن جهويل مع المركز الخامس هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم الشلف يا مضمرين في هذه الأجواء الجميلة مهرجان تاريخي مهرجان سيسجل في التاريخ لمن من هؤلاء المنتجين لمن من هذه الحيل التي لا حيلة فيها لا حلول مع هذا الشوط شوط الانتاج وتكريم لهذا السن وضعت له الجواز العينية القيمة نشاهد السيارة الليكسيز اليوم الليكسيز فورويل بانتظار الفائزة بالمركز الأول إضافة للشلفة الشلفة الغالية أغلى من الليكسيز وشلفة المساء أو الختام أغلى حتى من الخمسة مليون شلفة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني تميم المجد تسوى الكثير والكثير عند الفائزين بها وأتمنى أيضا كما يتمنى غيري أن أفوز بها في المهرجانات القادمة لما لها من أثر ولما لها من مكانة خاصة عند ملاك الهجن عند محبين هذه الرياضة العربية الأصيلة شلفة حضرة صاحب السمو لمن اليوم في مهرجان الختام من سعيد الحظ سيقتطف الشلفة في هذا اليوم وفي شوط الإنتاج والمنتجين المركز الأول الجزيرة تسيطر على المركز الأول بمهيرة أحد أقطاب المنافسة أحد جباهدة التضمير أحد المحاربين القدامة أحد الأصحاب الخبرة يدفع اليوم بالجزيرة على المركز الأول سالم الحمد من سعيد الجربوعي روح يا بمهيرة روح حافظ على الشلفة تصل في هذه اللحظات تصل الشاهينية يوسلم يا سلام راعية الشلفة راعية الشلفة في مهرجان المؤسس من قدمت عرض لا ينسى في ذلك اليوم ونهاية تاريخية يصل اليوم يصل اليوم مع المركز الثاني اليوم في يوم ينبارك من سالم تبشرك بالخير من خلال هذا التقدم على المركز الثاني المركز الثالث تصل فيه الغزيل لناصر بن راشد الجفر النعيمي قلب الأسد القطري قلب الأسد القطري مع المركز الرابع الأمار جار الله بن حمد بن جهويل مع المركز الرابع المركز الخامس مشهورة صالح بن علي بن عبد الهادي بن عبده الغفراني بن عبده يصل مع المركز الخامس وهنا أيضا تقدم من قبل جماله عبد الله بن محسن بن علي بن طيثاب بن انديلة الله يجمل المشاركين اليوم في يوم الجمايل في يوم الفعايل في يوم الشلف في يوم الكبار في يوم الرموز الله بمهيرة شرد بمهيرة روح بمهيرة سرح للشلفة انطلق يا بمهيرة انطلق روح للشلفة روح روح يا بمهيرة فأما حيات تسر الصديق وإما ممات يغيظ المنافسين انتحر بمهيرة في الشلفة ينتحر في الشلفة من خلال الأوامر التي اطلقها على الجزيرة الله الكيلومتر الأخير الكيلومتر الأخير بمهيرة سواها بمهيرة يفعلها بمهيرة اليوم يفعلها خطط وتكتيك ناجحة حتى هذه اللحظات تسهير في الطريق الصحيح روح للشلفة روح واصل الشهينية قامت راس جزيرة بمهيرة وتريد أن تنهي الشلفة راس 800 متر راعية الشلفة في المؤسس قادمة يا بمهيرة قادمة يا بمهيرة قادمة الشهينية مبارك بن سالم بن خجيم العذبة وأيضا بن عبده قادم مشهورة بن عبده مع المركز الثالث ولكن نعود إلى من تستحق النداء إلى من تستحق النداء بمهيرة هو أسعد السعداء اليوم بالفعل تنجح خطة بمهيرة ودفعه بالجزيرة يغامر مغامرة محسوبة هذه الجزيرة في مهرجان حضرة صاحب السمو سيد يمير البلاد المفده تنتزع الشلفة الفضية تنتزع الشلفة إن لم يكن لابن خجيم كلام يسلوم يا سلام إذا بمهيرة بمهيرة خلاص قفل هذا الشوط سلام يا بمهيرة سلام جزيرة بمهيرة يبحر بمهيرة مع الجزيرة في شوط الشلفة في شوط الشلفة الشلفة مع الجزيرة مع الجزيرة تهانينة الشلفة مع بمهيرة وبمهيرة مع الشلفة تهانينة وانه مسيسال بن حمد بن سعيد الجربوعي على هذا الفوز المستحق المركز الثاني الشاهينية المبارك بن سالب بن خجيمة العذبة المركز الثالث الغزيل لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي المركز الرابع الضبي لمحمد بن فرق بن عتيق بن قريع المركز الخامس أبروق لفرج بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ تهانينة والناموس يا كريم العطايا طالبك يا كريم تحفظ الدار بمرك يا عليما نوايا إذن مشاهدين الأعزاء مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم تهانينة والناموس في صباح هذا اليوم تهانينة لمالك الجزيرة سالم بن حمد بن سعيد بمهيرة من خطفت الشلفة الفضية لسن الحيل وخطفت السيارة الليكسيس فورويل الأكس 570 تهانينة والناموس لمالك الجزيرة سالم بن حمد بن سعيد بمهيرة المري قطعت مسافة 8 كم في توقيت زمني مميز 12 دقيقة 37 ثانية بالوفاء والتمام تهانينة لسالم بن حمد بن سعيد بمهيرة وتهانينة للمهيرة كافة ولمحبين هذا الشعار الوردي المركز الثاني تصل فيه الشاهينية وصيفة الشلفة اليوم وبطلة الشلفة في المؤسس 12 دقيقة 40 ثانية جزء واحد من الثانية تهانينة والناموس لمالك الشاهينية مبارك بن سالب بن خجيم العذبة المركز الثالث تصل الغزيل لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي 12 دقيقة 43 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية تهانينة والناموس لمالك الغزيل ناصر بن راشد بن ناصر آل جبر النعيمي تهانينة والناموس تهانينة والناموس اشتركوا في القناة